أنا اللي حكى بالضبط كأن فاروق صلاح في سنبا وبيحكي عن الأجواء في تنزانيا الحقيقة بس هنا كمان يعني إضافة للصعوبات أو التحديات اللي هيمر بيها الفريق يمكن نوضوع الترتان ده يمكننا النهاردة واحدة من اللوايح كاف أن الفريق اللي مش متعود على الترتان أو النجلة الصنوعي لازم يتضرب على الأقل يومين هو الطبيعي في الوحي الطبيعي لما بيكون النجلة الطبيعي يوم يوم واحد ليلة المباراة بيتمرنوا تنبينة واحدة لكن هنا النهاردة الترتان ده يخليهم يتضربوا النهاردة وبكرة على نفس الملعب أو نفس النجلة ديت لكن طبعا أكيد أنا حسيت من كلام كريم النهاردة أن الحماس يمكن مسيطر على الفرقة كلها خلاص يعني في رغبة النهاردة من اللعيبة كلها لازم نحاء الفوز مهم جدا هذا الفوز في مشوار الفريق السنادي الحقيقة والحقيقة برضو أنه نهاردة بمجرد الوصول الأستاذ عامري فاروق رئيس البعثة نهاردة كان فيه جلسة مهمة جدا جدا ما بينه ما بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الفرقة علشان ينقشوا ويبحثوا إيه هي الترتيبات اللازمة قبل مباراة فيتا كلاب يمكن كان السيد العامري فاروق النهاردة كان حرس أنه يتطمن بنفسه على التجهيزات أو الترتيبات الترتيبات اللي خاصة بإقامة الفرقة في الأوتال متابعة الاستعدادات أكيد اللي خاصة بمواجهة فيتا كلاب عندنا النهاردة كمان تحدي آخر اسمه فيروس كورونا أكيد سبل الراحة كلها بتتوفر حاليا للفريق كان بيتابع برضو كل الإجراءات الخاصة سواء بقى التدريبات تنقلات البعثة مع كابتن سيد وسامير عدل المدير الإداري للفرقة فكان شيء مهم جدا جدا بس قبل ما كمل حقيقة عايزة عرف برضو حضراتكم تاني على الكوماندوز الأهلاوي اللي يمكن اختروا من النهاردة مستر بيسو موسماني للمباراة مع فيتا كلاب عايزة أقول لكم على قيمة الأهل تحديدا اللي حددها موسماني طبعا لحراسة المرمى شناوي وعالي لطفي ومصطفى شوبير للدفاع أحمد رمضان بيكم ورامي ربيعة وياسر إبراهيم أيمن أشرف وبدر بنون وسعد سمير ومحمد هاني فنص الملعب حمدي فتحي حسين الشحات ديانج سولية أفشا نصر ماهر أكرم توفي أحمد نبيل كوكا في الهجوم مروام محسن شريف وصلاح محسن وبواليا وطهر الحمد لله بيرجعه وأجاية فعشان نتعرف أكتر على استعدادات الأهلي للمباراة المهمة والمرتقبة دي اشتركوا في القناة